بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب وحين يعتصر القلب الألم حين يمض القلب ويتألم لما حوله من أحداث يكون الحديث من القلب أكثر معناً وأدق تعبيراً أيها الأحبة في يوم الخميس الفائت فجع الأردن والأردنيون بما علمتم من حادثة البحر الميت وارتقى إلى الله عز وجل ما يزيد على عشرين نسأل الله عز وجل أن يبلغهم مراتب الشهداء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغريق شهيد ويبعث الإنسان على عمله أيها الأحبة نعم لذلك أحببت أن أحدثكم اليوم حديث القلب بعنوان أخلاقنا إلى أين ما دخل الأخلاق بما أصابنا إنها قضايا أخلاقية متراكمة ومتراكبة ابتداءاً نعم نحن نترحم على من فقدنا ونسأل الله عز وجل لهم عظيم الرحمة الإلهية ولنا الصبر من بعدهم ولنا السلوان ولأهلهم الذين فجعوا بفراقهم القبول والرضا والتسليم بما أراد الله تبارك وتعالى ترى أيها الإخوة أنت لا تحزن أنت لا تفجع بمراد الله عز وجل فهو ربنا جميعاً وله فينا إرادة وله فينا جل في علاه ما يريد من عمل وهو لا يفعل إلا الخير حتى فيما نراه في ظاهره شر اللي بيزعلنا كثير من تصرفاتنا نحن كثير من سلوكياتنا نحن ولذلك جعلت موضوع أخلاقنا إلى أين لأني سأحدثكم حديث القلب إلى القلب في عدة قضايا في الجزء الأول من البرنامج عن حادثة البحر الميت و أدخلوا فوراً إلى هذا الذي تعودناه في أننا لم نتعود أن نتحمل مسؤولية يخرج بعض المسؤولين فيقول لك والله الحق على المدرسة اللي بعثت الرحلة و غيرت اتجاه الرحلة الذي سمحنا به ليتبين عبر الكتب الرسمية أنها لم تغير اتجاه الرحلة بتطلع معلمة بتقول أنا حذرتهم أنه اليوم في انتكاسة جوية بنطلع من نتبرأ من هذا أنا أقول لكم أيها الأحباب متى متى سنرقى إلى مستوى تحمل المسؤولية المسؤول اللي بيغلط أنت بشر نحن نؤمن أنك أخطأت ليس عن سبق إصرار وترصد لكن حصل الخطأ المعلم اللي أخطأ لم يخطئ عن سبق إصرار وترصد لكن حصل الخطأ في يوم من الأيام أقابل مسؤولا مسؤول عن خطب الجمعة وكذا فمنتعاتب قلت كذا على المنبر ما قلت كذا على المنبر إلى آخره فقلت له الله يمسيكم يمسيه بميت خير قلت يا أستاذ أنا أبدأ أسألك سؤال قالت فضل قلت له لو أنا أخطأت على المنبر يوما من الأيام وجيت أنت مثلا قلت لي إيش اللي عملته يا رجل وقلت لك يا ابن الحلال والله سبق لساني وأخطأت فيها إعدام فيها إعدام فضحك ضحك ملء شدقيه وقل لي والله يا شيخ ما فيها إعدام قلت له إذن يجب أن تكون لدي الجرأة الأدبية لأعترف أني أخطأت أخطأت على المنبر أخطأت في قاعة الدرس في الجامعة أخطأت في الشارع أخطأت مع زوجتي أخطأت مع ابني ضربته كفه ومش مستحق أخطأت يا أخي ولذلك الخطأ الإنسان ليس معصوما من الخطأ والإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى واللي بينسى بيغلط إذن الإنسان مجبول على الخطأ والنسيان ومجبول على أنه إذا أكره فيستكره بمعنى أنه نحن يجب أن تكون لدينا الجرأة الأدبية كل في مكانه إذا أخطأ أن يعترف بخطأه يا أخوان لماذا نحن نبقى نستشهد بالعالم الخارجي وبالأوروبيين بتحصل غلطة صغيرة عند عامل من عمال النظافة بيقوم رئيس الوزراء في تلك الدولة بيستقيل بيقول أنا صاحب الولاية العامة على عامل النظافة بتحصل غلطة في مستشفى بروح واحد مثلاً بتصيب عها دائمة أو واحد بيموت أو كذا مش بس وزير الصحة بيستقيل بل كادر كامل يستقيل ممن جميعهم تنطبق عليهم المسؤولية عن هذا الموضوع لماذا لا نملك الجرأة على أن نعترف ولماذا لا نملك الجرأة على أن نستقيل وكأن الواحد فينا يرى في هذا الكرسي الذي يجلس عليه إنه هو بيط الديك حصل وما بيحصل مرة أخرى وإنه هو إذا طلع منها الكرسي بده يموت يا أخي كم من شخص استلم منصباً ومات وهو في المنصب وكم من شخص استلم منصباً وانتهت مدة مسؤوليته ومات متقاعداً وهذه الدنيا دول هذه الدنيا دول أنتوا عارفين المشكلة وين؟ المشكلة أنه أنت لما ما بتعترف بغلطك سيتكرر الغلط إذا مش منك من غيرك لأنه أنت لم تستطع أن تشكل قدوة أنت ما استطعت تشكل قدوة أنه والله يا عمي أنا بتحمل مسؤولية خطأي ولذلك باعتزل لذلك باستقيل عشان هيك ستكون مرجعاً في يوم من الأيام سيقول من بعدك أنه والله المسؤول الفلاني أخطأ فاستقال واعترف بذنبه وكذا ولذلك أنا جدير بي أن لا أكون أقل منه والرجل احترم لأنه احترم نفسه ولذلك يجب أن أحترم نفسي من بعده هكذا ستكون أنت قدوة وسيصلح بك جيش من المسؤولين من بعدك يعني أمة أمة من المسؤولين من بعدك ستصلح بفعلك الذي فعلت المهم أن نفهم أن هذه المسؤوليات التي أنيطت بنا تكليف وليست تشريفاً أنا لما أكون مواطن عادي يا ما أجملها لا سائل ولا مسؤول أنا مسؤول عنها البيت بجيب شوية الخبزات وبظل أدعي يا رب يا رب لا تحجني إلى خلقك يا رب لا تفكرني يا رب بظل علاقتي بربي عز وجل لأني مسؤول عنها شوية هالقطاميط اللحم اللي في بيتي وأنا يعني أرجو الله عز وجل أني ما أقصر بحقهم لما تصير مسؤول عن بلد لما تصير مسؤول عن وزارة لما بتصير مسؤول عن مستشفيات لما بتصير مسؤول عن مدارس لما بتصير مسؤول عن شوارع يثقل عبء المسؤولية وبالتالي كل منا يحاسب بقدر مسؤوليته عشان هيك العاقل ترى ما بيقبل المسؤولية شوفوا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كيف كانوا يستعفون من المسؤولية يا أبو حنيفة قال قال له للخليفة أنا لا أصلح للقضاء قال له كذبت لقاها من ربنا كلمة كذبت قال له يا أمير المؤمنين كيف تولي القضاء رجلاً فاسداً أو رجلاً كاذباً الكاذب فاسق والفاسق لا يقبل قضاءه وطلع منها ونفد منها بكلمة الولي الأمر أنه أنت كذبت تخيلوا كيف؟ كانوا يهربوا من المسؤولية مش يطلبوها ويوسطوا إلها مش يطلبوها ويوسطوا إلها إذن هذه الثقافة معيبة هذه الثقافة لا أخلاقية أن لا يسأل أحدنا عن خطأه وأن لا يشعر بكل مشاعره بأنه ينبغي أن يعتذر إذا أخطأ وبيقوله هو مش من بيت فرفور زنبو مغفور أبداً هو إنسان عادي يخطئ ويصيب والله جبلت النفس على حب المدح لما أنا بأعمل لشغلك ويسيب أنا أقوله وعفارم عليك قل الله يثيبك قل بارك الله فيك ابتجبر خاطري ولما أنا بغلط قل لي يا ابن الحلال اعترف بخطأك واترك مجالاً لغيرك لكي يملأ فراغك هذه الحادثة تفتح عيوننا كبيرة واسعة للتجهز للشتاء لازم شوارعنا تكون جاهزة مناطقنا تكون جاهزة وسائل إعلامنا وربنا الله نحن نشهد في كل عام إنه الدفاع المدني بحذر وإنه أمانة العاصمة أو البلديات يعني بتقول نحن على أهبة الاستعداد بس يحزنني أنه تيجي جهة اللي هي الرقابة على الأحوال الجوية بيقول لك عملوا عملوا اجتماع للتجهز للشتوية وما دعوا دائرة الأرصاد الجوية تحضر طيب يعني هذا منقوص هذا جهد منقوص الحقيقة ولا يجوز أن يكون عشان هيك بدنا نتحمل مسؤولية وكل سنة منقول عملنا غرفة عمليات واتجهزنا وبطلع في نواقص ونواقص كثيرة مع إنه معدات عنا مساعدات كثيرة من دول الخارج جاءتنا للمعدات الشتوية وغير الشتوية وعندنا طائرات وعندنا سيارات للإنقاذ وعندنا كوادر يعني كم أنا فرحت بإنه واحد من كوادر الغوص عنده إجازة إيجب سيارته الخاصة وهرع ونزل تحت وأنقذ أربعة أنقذ أربعة في البحر الميت وهو مجاز مواطننا عنده نخوة وعنده إحساس بالمسؤولية حتى في إجازته وما بيستعفي ولا بينفض اكتافه لكن بحاجة إلى من يديره بحاجة إلى من يراه قدوة في الحقيقة يعني أيها الأحباب لا يجوز أن نسمح لعدونا أن يستغل الظرف طلع على طول هذا الناطق باسم الجيش الصهيوني قال أنه إحنا ساعدنا الأردن والأردن طلب استغاثة وبعدين المسؤول إجاءه وأنفى أننا طلبنا استغاثة عيب أنه إحنا نشعر عدونا إن بحاجة لأنه إحنا دولة ذات سيادة في عندها مقدرات وإذا عندها نقصان تقول إحنا عندنا نقصان طيب إحنا مندفع ضرائب إحنا مندفع رسوم إحنا مندفع حتى إتاوة البيت اللي إحنا ساكنينه في عندنا إشي إسمه مسقفات يعني الحكومة شريكتي في بيتي وشريكتك في بيتك اللي مسجل بإسمك بتاخذ عليه رسوم إنه إلك رسوم إنه إلك طب أنا كمواطن أنا الحقيقة بحاجة أن أرى ثمرة هذه الرسوم اللي بتاخدوها غصبا عني ما ليش خيار فيها ومع ذلك لا يصح أن أكون محتاجا أنا بدي أختم هذا الجزء من البرنامج بقضية مهمة قضية مهمة قضية صلاة الغائب على أرواح الشهداء بإذن الله الشهداء هؤلاء أموات وجميعهم سيسلمون إلى أهلهم ليصلوا عليهم إلا من يفقد ويعلن أنه لم يوجد إلي فقد فقط يشرع صلاة الغائب على من فقد وحده صلاة الغائب تشرع على من فقد وصلاة الغائب قصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبر بوفاة النجاشي صلى عليه صلاة الغائب وشرع صلاة الغائب لأن النجاشي جماعت نصارى ولأنه كان يكتم إيمانه فصلى عليه صلاة الغائب ومن هنا شرعت صلاة الغائب تسمحوا لي لأن هذا الموضوع بده شوي تحكي إني أنتقل فيكم إليه للجزء الثاني من البرنامج ونخرج فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم فانتظرونا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب ما زلنا في فاجعتنا في حادثة البحر الميت وقبل الفاصل فتحت ملف صلاة الغائب على أرواحي يعني من خسرناهم رحمة الله عليهم وأسأل الله أن يبلغهم منازل الشهداء أنا قرأت خبر هيك عارض على الإنترنت أنه في أخ من إخواننا الأئمة في أحد المساجد في الأردن رفض أن يصلي صلاة الغائب على أرواح الشهداء بإذن الله تعالى وأن المصلون في ذلك المسجد ضجوا وشكوه إلى وزارة الأوقاف الأردنية أنا أريد أن أقول لكم شيئاً أيها الأحباب نعم صلاة الغائب كما قلت قبل الفاصل شرعت بسبب هذه الحالة الخاصة التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النجاش الذي كان يكتم إيمانه وكان قومه نصارى فلم يصلى عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب هذه ابتداء فهل تشرع صلاة الغائب على من صلى عليه الناس حقيقةً؟ هذه زيادة زيادة فالأصل أن من صلي عليه الصلاة الحاضر لا يصلى عليه صلاة الغائب نحن نصلي صلاة الغائب إذا فيه فقيد أو أكثر لم نعثر عليهم في البحر ونسأل الله عز وجل لهم الرحمة فأرواحهم بيد الله عز وجل أينما كانوا؟ نسأل الله لهم الرحمة جميعاً فهذا الذي لم نعثر عليه ولم يصلى عليه صلاة الحاضر نصلي عليه صلاة الغائب هذه القصة كلها الآن ما تعودناه منذ سنين كثيرة منذ أكثر من عشرين سنة وكذا وإن نحن نشهد في المساجد أنه تعمم وزارة الأوقاف أن يصلى صلاة الغائب على أصحاب الحادث الفلاني على المسؤول الفلاني وتكون الملايين قد صلت عليهم أو صلت عليه فهل هذا مشروع؟ أنا أعلم مثلاً الآن على رأس وزارة الأوقاف عالم جليل هو من أصدقائي ومن زملائي في الدراسة وأنا أعرفه معرفة جيدة الدكتور عبد الناصر أبو البصل أكرمه الله وبارك الله فيه ترى هذا من علماء الأمة هذا من فقهاء الأمة يا أخوان وبيعرف ماذا يفعل وبيعرف ماذا يقول لكن أنا أريد أن أخاطب الإخوة جميعاً أخاطب العلماء وأخاطب العامة أنه إحنا مطالبون أن نقف عند أصول الأمور عند القضايا الحساسة ترى سماحت وفضيلة ومعالي أخوي الدكتور عبد الناصر أبو البصل يعلم أكثر مني وبيعلمني أنه صلاة الغائب ليست نشيداً وطنياً وليست سلاماً وطنياً وليست مسؤولية رسمية أبداً أبداً صلاة الغائب شرع صلاة الغائب دين دين صلاة اسمها صلاة ولذلك ليس لها علاقة لا بالسياسة ولا بالعواطف ولذلك أنا أناشد إخواني في وزارة الأوقاف إخواني في دائرة الإفتاء الذين أثقوا بهم وأعرفوا علمهم وناشدهم أن يحرروا هذه المسألة فنحن نعمم صلاة الغائب على من لم يصل عليه حتى لا نمتحن إخواننا في دينهم لا نبتلي ونمتحن الخطباء والمدرسون في عندنا أنا أقول لكم حاجة في عندنا بعض الخطباء والمدرسين في عندنا بشوية حرفية حرفية قاتلة مقيتة بيقول لك أنا بعتقد أن صلاة الغائب لا تصحر على هؤلاء لأنه صلي عليهم ولذلك لا بسمع من وزير أوقاف ولا بسمع من دائرة إفتاء ولا من حدا وبحط رجليه بالحيط وما بيصلي وثم إحنا نمتحنه ونبتليه في دينه فنسائله تعال مش ولي أمرك وزارة الأوقاف مش وزارة الأوقاف هي التي عممت أنك تصلي على الغائب إذن أنت وقالوا لك المصلين أنت إيه لازم تصلي ترى هذه قضية خطيرة بكرة نحن الآن على أبواب الشتاء وبكرة بصير موسم الجمع بين الصلوات ولذلك بصير ما يطلبه المستمعون ديروا بالكم عندما نحكم المصلين بالإمام ترى هذه فتنة بكرة إذا الصف الأول أو الثاني قالوا اجمع بين الظهر والعصر ممكن يهددوه وصارت ضربوه أو حيدوه حطوه عجهة وجابوا إمام منهم وخلوه صلي فيهم الظهر والعصر هذه فتنة يا إخوان هذه فتنة الحقيقة ليس من يقرر هم الجمهور اللي بيقرر هو الفقيه اللي بيقرر هو إمام المسجد ترى إمام المسجد هو أمير المسجد ما بجوز قيم الصلاة بدون إذنه إذا موجود ما بصير نفتن الناس في جمع بين الصلوات بدون إذنه وهو موجود هذا كله حرام وما بجوز ويجب أن نثقف المصلين بهذه الثقافة يجب أن يتثقف المصلون بهذه الثقافة هذه قضية لأنه ستفتح لنا بابا كبيرا من الفتن غدا الإمام الإفلاني هذا ما بجمع من مرة الإمام الإفلاني بجمع على الواهس لما تسأله بيقول لك والله يا عمي المصلين اللي خلفي كلهم ختياري وإذا ما جمعت والله بها الباكورة وعلى راسي بدي أستر حالي هل هكذا هي الأمور؟ والله مو هيك مو هيك أعود إلى الصلاة على يعني أنا إيجاني تكليف من وزارة الأوقاف إنه أعمل صلاة الغائب بأعمل صلاة الغائب حتى لا أحدث فتنة وبنوي صلاة الغائب على من غاب من المسلمين ولم يصلى عليه وما بقول بديش أصلي يعني في عندك فسحة عندك فسحة من ذكاء عندك فسحة من تصرف فلا تفتن للمصلين ولا تفتن نفسك ولا تعرض نفسك لمساءلة هذا من جانبك أيها الخطيب لكن من جانب الجهة التي تأمر بصلاة الغائب أنا أتذكرها كما قلت إنه صلاة الغائب مش عمل وطني صلاة الغائب مش مجاملة اجتماعية صلاة الغائب شرع صلاة الغائب دين فالأصل ألا نسلط صلاة الغائب إلا في مجالها وفي يعني مساحة الشرع الذي أذن بها وإلا فنحن نحب هؤلاء الذين فقدناهم نحزن على موتهم نقيم لا بأس نقيم مهرجانات في الحديث عن الحادثة وعن المفقودين رحمة الله عليهم ونجامل أهلهم ونترحم عليهم وبدل الوقت اللي بدنا ناخذه في صلاة الغائب ناخذه في الحديث في الدعاء لهم بالرحمة بالمغفرة في الدعاء لنا أن يجنبنا الله المخاطر وأن لا يكرر هذه الأحداث علينا وأن يلطف بنا وأن يستر بنا كل هذا من أخلاقياتنا من أخلاقياتنا حتى لا نحدث فتنة فالجميع مسؤول المسؤول في الوزارة مسؤول عن إدارة الأمر إدارة شرعية بعيدة عن الوطنية وبعيدة عن المسؤولية الرسمية لأن القضية شرعية بامتياز والمواطن ومنه الإمام مسؤول أن يكون ذكيا وأن يتصرف مع الموضوع بما يستحق وبقدر ما يستوعب حتى لا يكون مصدر فتنة كذلك أظن أن كلامي دقيق وأنا ما زلت مصر على أني أحدثكم عن نحن والأخلاق أخلاقنا إلى أين مصر أنه يا إخواني هذا التقصير أو التقصير إن ثبت يدل على أنه ممكن أن ندفع ثمن التقصير أرواح أبرياء نسأل الله أن يرحمهم والتقصير هذا سيكون يقيناً لا أخلاقي لكن تعالوا أقولكم فيما تبقى من الوقت والله يا إخواني نحن عندنا أزمة أخلاق اجتماعية وعندنا أزمة أخلاق سياسية وعندنا أزمة أخلاق قضائية وعندنا أزمة أخلاق ثقافية يعني أنا لما بمشي في الشارع وبلاقي أولاد اتنين صغار يدوبك الواحد عمره الكبير فيهم عمره 12 سنة أو 13 سنة وبنادي صاحبه لأنه زعل منه هو بلعب كرة القدم بناديه يا ابن الحرام هو لا يدرك إنه قذف محصنة وإنه اتهمه بأنه ابن زينة هو ما بعرف معناها لكنه سمعها من أهله سمعها من غير ممن هو أكبر منه في الشارع وين أخلاقنا؟ وين ترفيتنا؟ يعني أنا مسؤول أني أخلف وأقذف إلى الشارع ولما رد عليها ذاك رد عليه بكلمة قلت لإخواني صدقوني أنا وصلت على التوجيه وما سامع بهذه الكلمة ولا عارف معناها ومعناها أيضا أنها قذف محصنة معناها أيضا قذف محصنة وين أخلاقنا في التربية؟ وين أخلاقنا في إعطاء التليفون هذا اللي بيحطه ابني في جيبته فبيحط مصايب امتلتلة في جيبته وين أخلاقنا؟ وإحنا منتزوج ومنختار الزوجة وين أخلاقنا؟ وإحنا منحتفل بالزواج وين أخلاقنا؟ وإحنا مننفق على حفلات الزواج وين أخلاقنا؟ ونحن نودع موتاناً نحن نحكي عن الواحد وعشرين صاروا يعني مفقودين رحمة الله عليهم وخسرناهم واحد وعشرين كل واحد أهله رح يعملوا له عزة ورح يقدموا جهوة ورح يقدموا تمر من أفخر أنواع التمر لأنه الفقيد عزيز ورح يطعموا الناس غدا وعشا حقيقة هل من أخلاقياتنا أن ننفق يعني اليوم العزة العزة مصيبة وخرابة ديار موت وخرابة ديار لأنه كثير من الناس بتداين عشان يستأجر الصيوان وبتداين عشان يشتري التمر وبتداين عشان يطعم الناس ويطلعوا الناس يقول لك اللبن مش مطلوخ صح اللحمة مستوردة طيب أنت خسران ومذموم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بهذا النبي أمرك تعمل عشا كل ليلة ليه؟ ليه ما تمسك هاي الأموال لو قلت لك أعطيني هاي الأموال هاي العوائل مستورة بتقول لي يا شيخ والله الدنيا تعرف أنت يعني لو أحد متضايق وحالته حالة طب ما هن الناس محتاجين وفيك تداين لغيرك اداين لغيرك زي ما اداينت عشان تغطي مصاريف مأتم أبيك أو أمك أو ابنك أو أخيك أو حبيبك الله عز وجل لم يكلفنا بهذا ولذلك والله يا أخوان مين يسمع صوتي؟ مين يسمع صوتي ويتبنى هذه المبادرة هذه المبادرة أنه نحن لا نقدم في أتراحنا وعزاءاتنا إلا القهو الأردني بس بدون تمر لأن التمر بكلف مئات الدنانير في التلاتيام وهذول أولى أن تطعم بهم جائعاً أن تتصدق فيه في هذا المبلغ على من فقدت من أحبابك عن روح من فقدت من أحبابك خلينا نخلص من هذه العادات والتقاليد في أفراحنا ولسه بالجاهة اللي بجوز ما تصبطش وبيتطلقوا من بعدها بيدفعلوا ألفين تلات تلاف وبقيم الجاهة في أحسن هذه تصرفات لا أخلاقية وفي المأتم نفس الكلام وفي استقبال الحبيب نفس الكلام روحوا شوفوا واحد مثلاً طلع له مسجون بيعمل هالاحتفال اللي يمطنطن وبجيب الكاميرات وبطلق العيارات النارية وبكتل الناس أو بصيبهم ظلماً وعدواناً وين الأخلاق؟ والله وين؟ الله يرضى عليك يا أخوي المخرج لهالحلقة اللي أشر لي بييده على الطلقات النارية وأغششني والله الله يزيل خير الله يزيل خير حقيقةً حقيقةً هذه التصرفات لا أخلاقية والملك بيقول لك لو ابني بتمسكوه بطلق عيارات نارية في الأفراح بدي أعاقبه هيك بيقول الملك طب وين؟ وين الالتزام اللي بتلتزموه؟ وين الامتثال اللي بتمتثله لولي الأمر فيه؟ يا عمي هذا هو الولاء هو ولائك للملك تقول يعيش جلالة الملك؟ هذا ولاء منقوص الولاء الصحيح أن تسمع منه؟ أن تسمع كلامه اللي بيأمر فيه بالمعروف ومنها فيه عن البنكر وبيقودك فيه قيادة صح هون اسمع له اسمع له وقول يعيش بتطبيقاً وليس صراخاً تطبيقاً وليس صراخاً إذن قضيان الأخلاقية تعالوا يعني حتى في التربية والتعليم يعني لما خلال أسبوع الفائت بيحدثونا عن الهيزعة اللي صارت في مدرسة بنات والأشرطة اللي طلعت وحطوها على الإنترنت إنه بيصيحوا وبيقولك لا والله ربنا الله الكلمات ما فيها إشي يا عمي هو أنا بعثت بنتي اتهيص وترقص على المدرسة في أمكنة أخرى للرقص يا أخوان اللي بدها ترقص في أمكنة كثيرة تروح ترقص فيها أنا بعثت بنتي تتربى أنا بعثت بنتي تتعلم هذه اسمها وزارة التربية والتعليم فما يدخل داخل جدرانها هو التربية والتعليم أما الترفيه بمعنى الرقص وبمعنى الهيصة يا صحفيين يلي كتبتوا على الفيسبوك الهيصة مش هون بدك تبعث بنتك تهيص وديها لمكان آخر أنت أعرف مني فيه أنا ما بعرفه وديها لمكان آخر لكن داخل المدرسة أنا بعث بنتي تتعلم أنا بعث بنتي تتربى أنا بعث بنتي تعرف الدنيا بالدنيا بلونها الصحيح وكيف ينبغي أن تكون الدنيا هذه أخلاقياتنا والله موضوع أخلاقنا إلى أين لا تكفيها حلقة واحدة لكن أنا بدي ألملم الملف أخلاقنا يا أخواننا في القضاء وأنا زي ما بحكي دائما بتفكر أنه يعني القاضي غير الأخلاقي هو اللي برتشي بس طب ما هو المرتشي لا أخلاقي صحيح لكن الرشوة تعتبر لا أخلاق هناك أخطر منها لما تأخر البت في النظر في القضايا المرفوعة لك هذا يطوح بالأخلاق أنت عارف لما أنت بتأخر النظر في ظلامة مظلوم بتخلي يزهد بالقضاء وبتخلي ياخذ حقه بإيده هذا لا يجوز لأنه منتحول لفيلة حكم أخلاقنا إلى أين هذا سؤال بحاجة أن يسأله ولي الأمر بحاجة أن يسأله وزير رئيس الوزراء بحاجة أن يسأله كل وزير في قطاعه بحاجة أن تسأله الأم في بيتها والأب لأولاده وفي مسؤوليته عن أولاده أخلاقنا إلى أين بحسب جوابنا يكون حالنا إلى أن ألقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته